السنة ده كانت أصعب الفرقة كلها كانت كويسة أسوان حتى الطنطة بيكسب النهار ده آخر مواتشات كانت المواتشات كلها صعبة الظروف ده يعني عنا بنات كتير الشيء الدر الأولاني كنا بنبقى كسبنين حوالي كأربع مواتشات كسبنين 2-0 وبنتغلب 3-2 أو نتعادل ده كانت تجربة صعبة يعني أصعب سنة اللي هي في دجل ما بقى لي 6 سنين ده كانت أصعب سنة إن شاء الله السنة الجديدة في تدعمات قوية مع اللعبة اللي موجودة إن شاء الله مش هنحط نفسنا في المواقف ده تاني إن شاء الله مستمر مع دجل فيش عروض أنا الحمد لله كان والله كانت بيكت آخر سنة أنا النائق ودي دجل ده بيتي بقى لي 6 سنين عشرة يعني واسم ارتبط بدجل فالحمد لله جددت سنتين أنا وكابتن أوسا فإن شاء الله مكملين وده بيتي يعني شايف دجل مع بابا فسيليو بابا فسيليو تغير عن المدير الفن السابق كاتيلس بص والله الاتنين مدربين كويسين جدا يعني نشاهدت مجروحة في الاتنين الاتنين الأولاني كان كويس جدا بس الظروف كان الحظ كان فيه بضلك في مطشات كتير قوي الراجل ده ميستو إن هو بيهتم بالحتة الدفعية شوية حتى عدد الجوان اللي دخل فينا الدور التاني أقل بكتير من الدور الأولاني وكان نقصنا شوية أماكن هما بقى النادي شايف الأماكن دي وحنا كنا نحسن كان ضغط جامد علينا أصعب حاجة لما انت تلعب مطشات في الآخر وانت مضغوط خايف تخسر فالحمد لله النهارده الناشئين فيه الناشئين طلعوا بصراك ويسا حسام الريالي بماريكله يعتبر أول مطش ليه وربنا كرمه بجون وإن شاء الله هتشوفوا ناشئين يعني وادي دجلة في صراحة أي ناشئ يتمني يلعب فريق أول أو يتمني ياخد فرصته يعني وادي دجلة أقرب نادي يعتبر في الفترة دي كلها حسام بشكرا جدا وكل تفويل مصم القادم زميلي تامير ده كان لقاءنا مع حسام عرفات نجم فريق وادي دجلة عجب انتهى مباراة نادر مصر ونادي وادي دجلة بفوز نادر مصر بهدفين مقابل هدف عودة مرة أخرى وأستاذ مصر